بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والعشرة في المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبدأ معا في الوحدة الجديدة ألا وهي وحدة اختبارات الفروض الإحصائية أو اختبارات الفروض اختصارا Hypothesis Testing أسلوب اختبارات الفروض بيهدف إلى الوصول إلى قرار بشأن رفض أو عدم رفض قيمة مدعاء لمعلمة من معالم أو معلمات المجتمع هذه القيمة مفترضة معلوم قيمتها عن طريق ادعاء أحد الأشخاص أو الأفراد المجتمع القيم المستخرجة منه تسمى معلمات أو القياسات المستخرجة منه تسمى معلمات حالة هذه المعلمة إما تكون مجهولة أو تكون مدعاء إذا كانت مجهولة أستطيع باستخدام بيانات العينة تقدير قيمتها أما إذا كانت مدعاء أستطيع أيضا باستخدام بيانات العينة اختبار هذا الادعاء أو هذا الفرد لرفضه أو عدم رفضه مقدمة لماذا نحتاج إلى اختبارات الفروض تصور أن إحدى شركات إنتاج الألبان بتكتب على المنتج أن وزنه الصافي 170 جرام ثم تم أخذ عينة حجمها 100 من هذا المنتج لاختبارها فوجد أن الوسط الحسابي لأوزان هذه العينة 168.10 فهل يمكن الحكم على هذه الشركة بأنها تقوم بعملية غشة أو خداع للمستهلك بناء على هذه العينة؟ الإجابة نحتاج إلى إجراء إحصائي للتحقق من صحة ما كتبه أو ما تم الدعاء على المنتج وهو ما يسمى باختبارات الفروض حول متوسط المجتمع أو تيستس أوف هايبوثيسيز يبقى بنشوف قد إيه الإحصائي التطبيقي مهم في الحياة العملية لاختبار مدى صحة أو عدم صحة ما يكتب من بيانات على كتير من المنتجات المتدولة في الأسواق خطوات إجراء أي اختبار للفروض الإحصائية بشكل عام بيكون كما يلي أول حاجة بنصيخ فرضين هذين الفرضين يسمى فرض العدم والفرض البديل حول معلمة أو خاصية من مجتمع الدراسة ثم نستخدم بيانات العينة في حساب ما يسمى بإحصائية الاختبار إذن هذه الخطوة الأولى بنصيخ فرضين فرض العدم والفرض البديل الخطوة الثانية بنحسب اعتمادا على بيانات العينة ما يسمى بإحصائية الاختبار الخطوة الثالثة نوجد القيمة الجدولية ثم نقارم بين إحصائية الاختبار أو إحصاء الاختبار والقيمة الجدولية الخطوة الرابعة نتخذ القرار إما برفض أو عدم رفض فرض العدم H0 لاحظ معايا أن الحديث عن رفض أو عدم رفض يكون دائما عن فرض العدم فرض العدم أو النال هيبوثيس H0 هو الدعاء عن معلامة مجتمع يفترض صحته حتى يثبت عكس ذلك المثال القريب للزهن واللي بنضربه على طول فيه الإحصاء التطبيقي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته إذن للدعاء هذا صحيح حتى يثبت عكس ذلك بينما في الفرض البديل H1 أو Alternative Hypothesis هو الدعاء عن معلامة مجتمع سوف يكون صحيحا إذا كان فرض العدم غير صحيح إذن H1 بيقبل أو بيكون صحيح بالتبعية لH0 لاعتماد كله على الH0 نرفضها أو لا نرفضها إذا رفضناها نقبل H1 إذا لم نرفضها يبقى إذن بنرفض H1 أو الفرض البديل ترجمة نانسي قنقر